اهلا بحضراتكم من جديد طبعا استمرارا لانتصارات الاهلي وحصد النقاط تباعا كان الكل مبارح عنده قدر من السقة انه الاهلي يكسب الاسماعيلي ويستمر في الحفاظ على الصدارة وده كان معناه حاجة واحدة فيما لو كسب انه يكسب المأولين ويكفيه التعادل مع الزمالك يتوج ان شاء الله بطلا للدور ويحتفظ بالدارك طيب اي حاجة غير كده يبقى لازم ان يكسب المطشين ده بافترض ان الزمالك يكسب كله مطشاته كل اللي حصل مبارح اه الاهلي كان عنده فرصة يستمر على هذه الاريحية يحافظ على فرصة انه عنده نقطة نظريا متقدم بها على الزمالك فقدها فقد هذه الاريحية ونقل الاريحية للزمالك انه يكسب كله مطشاته فيكفيه التعادل مع الاهلي هي دي التبديل اللي حصلت لكن لو بصنا للامور بموضوعية شوية احنا بنتكلم في بطول الدوري وفي امطار اخيرة انا متفهم جدا حجم الغضب والغيز والزعل اللي انتبه الجماهير بعد المباراة فعلا اداء الاهلي زعل مش تعادل الاهلي وهنا عايزين نبقى اكسر موضوعية واكسر حرصا على مصلحة الاهلي 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 النادي والفريق والكيان والجمهور وكله احنا بنشكر اللعيبة كتير عند الاجادة فيستحق كلهم عند التأثير بنشيد بالخواجة لما بيدير مباراة بشكل جيد وهيستحق النقد عند عدم التوفيق او عند الادارة غير الدقيقة للمباراة هي دي وجهات نظر الاهلي افتقت حاجات كتيرة ميزته الفترة الاخيرة والكلام لكل اللعيبة عشان ما نبرقش حد ونلوم حد لا انت بتلعب مع الاسماعيلي تتلاحظ باشموندس الاسماعيلي من اكتر الفرق في مبارايتها المواجهة مع الاهلي في احرز الاهداف هنا وهنا الاهلي كسب الاسماعيلي ستة وخسر من الاسماعيلي اربعة وكسبه اربعة وكسبه ستة تاني وتعادل معها اربعة اربعة هي طريقة بتلعب كرة وتمانية الرقم التاريخي اللي الاهلي لسه عمنا ملوصة بيفكرني بتاع الكابتن صالح كان مع الاسماعيلي ليه فريق عنده شخصية بيلعبك كرة عندك مساحات ان انت تسجد اكتر حاجة كانت بتدايق جمهور الاهلي الفترة اللي فاتة تماش موندس او كل واحد بيحب الاهلي ان الفريق يسجل جون ويرتد للدفاع في بعض المباريات كانت المسألة بتخدم لانه الفرق اللي انت كنت بتواجهها لما بتسجل فيها ما عندهاش نزاعات هجومية كافية وما عندهاش ورق يسمح لها ان هي تهاجمك دي استراتيجية الجهاز كان لازم يفطن لها هو بيعمل الاسماعيلي انك الاسماعيلي ما تكتفيش ابدا ان انت تتقدم عليه جون لانه عنده فرص وعنده ادوات وعنده شخصية وعنده دوافع انه يسجل فيك ويكسبك شوف الفرص اللي بتضيعها ساذ ابراهيم شوفها ساذ ابراهيم نحول لك حاجة هذه المباراة بالتأكيد بالتأكيد خارج التوقع خارج التوقع يعني ايه يعني ايه خيابة ظنونا في حاجات كتير اه احنا عارفين ان مصرات اسماعيلي بتبقى صعبة وانت بتقول بيبقى فيها هداف كتيرة بالفريتين لان الفريتين بيهاجموا بعض محدش بيلتزم بالدفاع المطلق قدام التاني لكن دائما وابدا هناك اه اللي بيسموها دلوقتي احترام للمنافس اه لا اظن ان احنا جهازنا الفني او لعبتنا ما كانش متوقع سخونة المباراة ولكن الاداء اللي في الملعب يقول لا احنا من المطشاط الاخيرة حتى واحنا بنعاتب على فريقتنا اه كان بيتأخر الفوز لكن عندك احساس من السيطرة والفرص ان الفوز جاي جاي المباراة اللي فاتت دي فيها فرصتين تلاتة مش اكتر من كده وما فيهاش سيطرة وما فيهاش ضغط وما فيهاش صلابة وما فيهاش جماعية ايوه ايوه يعني ايوه في حدة امنية هالكورة دي لو راحت لو راحت من من وليد لأزاره على شماله اه كان كان جون اه فرص كل دي فرص فرص طيب لكن مش فرص مريحة اه الفرص اللي بالجانب دي لا مش فرص مريحة ولذلك الجون اللي جابه كريم بامبو يعني كل الناس شرحته قبل الماتش ما تلعب هو جاب جون في كل ماتش لعبه في الثلاث ماتشات الاخرانية من الحتة دي والاندفاع في الحتة سرعة ويستغل الخطأ بين السردبكين لا وم في العمق بين السردبكين وتتلعب له لكن ايمن اشرف كت مع الكورة فبصاها راحت للاعب الاسماعيلي قبل ما يتمركز من جديد يعني فصايت يعني بقول لك فيه يوم كده بيبقى طب و ايه دي علي معلول هو اللي فصايت بدايت يعني انما مش هي بقى يعني انا عايز اقول لك مش من الماتشات اللي انت تشعر انها لما راحت منك يعني انت كنت تستحق الفوز فيها انت جيبت جون وواقعيتك كانت لازم تقول ان انا كواس اللي جيبت الجون ده استرد بقى ضغطي وشرصتي وقوتي ان اديق المسافات لان انت هو ليه ليه الفريتين عندهم فرص بيبقى لان بيلعبوا جيب مفتوح فيه مساحات مفيش ضغط فيه مسافات الكرة دي مثلا كنت شايفة اوفصايت بس بص 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 حتى اللعيب وهي بتغطي بعطيها مش بتغطي بالقوة الوجبة شوف انا 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 عجبني في التحليلات تعبير او توصيف قاله كابتن علاء نبيل قالك لعبت الاهلي افتقدت الغل ايوه لا هي موجود في كل الماتشة ما فيش شراسة وعشان كده انا انا بكتهد في ان انا اقول لك مش فكرة ان انت استسهلت المباراة رأيي طب عدم الغل ايه رأيي انه التعديل في التشكيل معنى ايه سو تقدير من الجهاز الفات من المدير الفات انه شاف الماتش ده انت فرصة يجاهز بيه لعيبة هيحتاجه بعد كده هو انت بتجرب وبتجاهزه قدام لسبعيل ما انا وانا بديلك انا بقولك كويس ايوه اللي عمله انا بيعيش دماغه بالزبط هو عنده تدخل اضطراري واحد وهو اشراك لاعب هاف ديفندر مكان حمدي فاتح اللي عنده نظرين فلعب الكابتن حسام عشور رجع محمد هاني وقعد احمد فاتح استغنى عن مروان محسن اللي ناهي الماتش اللي فات كويس ومسجل وراح المنتخب وليد سلمان ما كان صالح جمعة ووليد سلمان ممكن يكون طبعا بقيمته وتأثيره الكبير طرف هايل سواء لعبته في اليمين ولا حتى لعبته في الشمال لكن انا من زمان وانا قلتلك ملحوظة انت كنت بتضطر الوليد سلمان كصانع لعب وقت ما كانش عندك حد واخدلك انت عندك ناصر ماهر بعد بس عندك صالح جمعة ما شاء الله وكان موجود مبرح ناصر وصالح برح طياطي انت كنت تحتال وليد كطرف واخدلك انما ان انت تعمل تلات اربع تغييرات مؤسرين في النسق بتاع الفريق في مباراة مع الاسماعيلي انت بدلك قوي انت مش موفق في الادارة او التفكير في الجنب هذا الشيء كما حد يعني من ضمن الكلام بصها سيد زبراهيم فيه ماتشات كده تبقى مستغرب لها مثلا التغطية اللي عملها ياسر هو لو كان جري جنبه كان جرق ايه كان خده على بعيد كان خرج بيه لبرة كان خرج بالكريم بدأ ما يفرد انه عايز يقطعها فيجليها بس ان عايز افكرك وانت بتلعب باستردبités لان خطأ التمركز المراضي انا شايفوا لان الكورة تلاعبت غلط من ايمن اشرف رأح تلك للعب اسماعيل لعبها قبل ما يرجع لوضعه الطبيعي لوضع الدفاع الطبيعي فبقى ورا ظهره فيه مساحة انا بتكلم على ياسر ايه اللي اكبره على انه يتزحلق مجريش معك كرة ليه وخد اللاعب وضغط عليه البرة كانت فرقت ما علينا يعني احنا ليه دي دي ما نقدرش ايه نقعد نتكلم فيها كتير لكن هي مؤكد عدم توفيق في اليوم في التشكيل الناس يقول لك كان لازم يلعب الكابتين احمد فتحي بديلا لحمد فتحي لانه فرجله في الملعب طالما انك لقيمت بهاني يبقى انت اداخل احمد فتحي جو تمهجون جي بعد منزول الكابتين احمد فتحي مش كده انما الفرقة ككل كانت مبارح عارف ليه هو انا مش بقول ان الكابتين احمد فتحي مسؤول انا بقول لك انا بنوبلك عن تفكيره تفكير الخواجه وده يرجعنا للجزئية ازاي انت بتلعب فرقة زي الاسماعيل ما تستمرش في الضغط عليها وتسجل اكتر من جون هو تفكيره وكان عنده ورقة هجومية مهمة زي مروان محصي وانضم للمنتخي هو ليه فكر يلعب احمد فتحي بعد ما خرج حسام عشور فكر يلم من الملعب ايوه 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 مع الفرص او مع الكرة السريعة في العمق اللي لعبتي الاسماعيلي او مع اي حد بيلعبك بتلاقي اخطاء السردباكيين ولو كان في وقت كنت اجيب لك اكتر من غلط متكرر في الجزئية دي عشان كده كان لازم ان الخواجه تبقى مسؤوليته التنبه لعلاج خطأ متكرر في الجزئ ده فكرة افتقاد الشراسة وعدم الغرف في الهداء ده بقى ليهمني لان باستمرار حيبقى هناك خلاف في وجهات النظر في التاكتك والتشكيل دايما مش هيبقى فيه اتفاق لكن انا ليهمني طيب وانت ليه ما ادتنيش اللي كنت بتدهوني قبل كده احنا كنا احتفاقنا بالنادي الاهلي لما بسجل في الدقيقة تسعين انك مديلك الاحساس بالشراسة بالشراسة وبالضغط شخصيتك ان الجون جاي شخصيتك انما انت لما جيبت الجون قلت الحمد لله انه جاي انت مش هيب فرص كتير اه فيه فرص فرصتين ثلاثة وهم ليهم زيوهم اه فمش ده الماتش خطورة تقريبا تكون قريبة مبعا مش هو ده الماتش اللي تقدر تقول يعني انا كان ينبغي ان افوز انما كان ممكن افوز لا ينبغي ان افوز لكن كان ممكن افوز لاني جيبت الجون كان ينبغي ان انا هدفع عنه صح هو اما لعب بحسام عشور عينه على الماتشات الجاية انه هتحتاج خبرات لا هو مضطر ليه باش مونس مضطر كويس بس برضو ما احنا قلنا ما احنا قلنا حمد انظرين كان يقدر يلعب با 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 ما عندوش حد يعني ما عندوش حد ما عندو كابتن احمد فاتح طيب هو ولعب كتير لا انا انا في تقديري هو خلي بالك ان الاسماعيلي فريق شاب معدلات الجارية عندو حتوبة كتيرة وعندو دوافع ان هو بدأ يتحسن اخر 3 مطشات وعندو جهاز فن محل جديد فحفظك وعرفك عامل جو كويس حفظك وحفظينه اه فحركة الشباب عايزة كان وسط يتحرك معاه بنفس الخفة ورغم هزا احنا بنتكلم تاني وتالت بعد النتيجة وبنتكلم تاني وتالت بعد ما شفنا منظر مش متوقعين ومن عدم الحماس والغل فانت بتبص على الاخطاء اللي حصل بتبص اللي حصل وقيدنا في المية مش في النار ما دا ما اللي احنا بنعوم واحنا عراملة تمام لكن كل دا قد يكون قد يكون في مصلحتك انه يجيلك في التوقيت اللي تقدر تعالبه لان عندنا فرص علاجه ما زالت فكرة انك انت تكسب المطشين لازم اه ادى فرصة التعادل نظريا لو زمالك كسب مطشاته للزمالك لكن اما نشوف المطشات هتتليها بزا اول حاجة اول حاجة احنا عايزين يا اخواننا الفطرة الجاية على الاقل الدوري يتحسم في الملعب امشوا بشكل شفاف وطبيعي خلو الدوري يتحسم في الملعب شكرا